مرحبا برج العقرب أهلاً فيكم عندنا أربع الأخصان يريد أن يتواصل معاك بطريقة معينة ولكن أحس أن أنت هنا محاط في محيطك محاط بأشخاص ينتظرون منه الزلة ينتظرون أن يتشمتون فيه ما عرف ليش ولكن ما يريد أن يتواصل معاك بعلم من الأشخاص اللي ممكن يكونون أصدقاء أهل خماسيين والسيفين عند حيرة مشاعرة تجاهك متضاربة عند صراع داخلي الصراع يقول أكلمة ولا ما أكلمة لأنه هنا قاعد يقول بينه وبين نفسه لو كلمت برج العقرب هل رح يرجع لي ولا مجرد أكون أضحوكة عند الناس اللي يعرفوني وعرفونا يتشمتون بي الناس أو مجرد يعتبرني برج العقرب رد اعتبار هل أرجع ولا ما أرجع عنده سؤال مهم سؤال كبير أشوفه إذا أرجح أوقات أوقات يكون مصمم وإذا كنت أنت يا برج العقرب أنت اللي سحبت عليه وإنت اللي قررت أن تنهي العلاقة وتدخلوه في الانفصال فكأنما هو هنية بيعرف إش كثر أنت ملتزم بالقرار اللي صنعته هل أنت فعلا كنت جاد؟ هل كرت يسأل هل أنت كنت جاد؟ مشاعرات تجاهك هل أنت جاد؟ في انفصالك ولا في درس تريد أن تعلمني يا برج العقرب؟ مشاعرات متضاربة خليط من أيضا أحس أنه ما للليش أحس هذا الشخص قاعد يحاول يتقرب من محيطك بطريقة غير مباشرة يعني ما يقدر مثلا أو صعب أن يرفع السماعي يتصل فيك ولكن قاعد يحاول أن يكون في نفس الأماكن اللي أنت ترتادها يكلم نفس الأماكن سوري يكلم نفس الأشخاص اللي أنت تكلمهم يحتك بمحيطك بالأشخاص اللي أنت تشوفهم فكأنما عنده مشاعر شوق ولكنه واقف من بعيد راقب السؤال اللي بعده هل الشريك راضي وسعيد بالانفصال؟ عندنا كرت القمر كرت القمر دائما يعني اللاوعي الأمور المخبية الأمور اللي إحنا ما نقدر نشوفها بالعين المجردة يمكن شريكك احتمال أنه برج السرطان أو من الأبراج المائية هني قاعد أحز أو النارية شريكك ما بقلك يمثل وإنما قاعد يحط غشاوة على عينه عشان ما يتعامل مع موضوع الانفصال السيف الأول ولكن مقلوب لما يكون مقلوب لا معنى آخر وثمان السيوف شريكك غير راضي عن الانفصال غير راضي عن الابتعاد ولكن أحس ما دل ليش هني أحس السيناريو أن برج العقرب هو اللي إما تسبب أو إما اختار أو إما استفز الشيء اللي بسببه صار الانفصال صار الابتعاد صار التغيير المفاجئ هناك شريكك قاعد يقول لي صار تغيير مفاجئ ما توقعت الانفصال حتى لو كانت بيننا مشاكل حتى لو كانت في ضوضاء ضوضاء من المحيط تدخلات هني قاعد يلوم محيطك الأشخاص اللي حولك أنت يا برج العقرب فلا مو راضي ولكن يحس أن السيوف بيدك أنت أنت الوحيد شريكك يقول أنت الوحيد يا برج العقرب اللي كنت تقدر توقف هاي الأشخاص عند حدهم كنت تقدر انك ما تتخلى عني كنت تقدر انك ما تتنازل بسهولة على العلاقة تحارب من أجلي ترفع السيف تحارب من أجلي الكرة كانت في ملعبك وأنت اخترت بكل سهولة أهو قاعد يقول بغض النظر أنه صح ولا لا أنا كلمك من وجهة نظره أنه يقولك أنت بسهولة اخترت أننا ندخل في الانفصال من أن نظل مع بعض ونحارب يحس أن الكرة في ملعبك لحد الآن لأن هنا في كارت القمر يقولك أنا على اختيارك إذا أنت اخترت أن نحارب راح نحارب إذا أنت اخترت الانفصال وأنك تكون بعيد عني أنا ما بيدي شي يدي مقيدة فهو مراضي وفي نفس الوقت قاعد يقولك ما بيدي شي عليك يا برج العقرب لأن أنت الوحيد اللي كنت تقدر أو لك سلطة أنك تتكلم في ذلك الوقت أخر سؤال ما هي خطوة القادمة الكوبين ملكة الأرض راح يستعين بشخص ستة الخماسيات أشوف كذا السيناريو يا برج العقرب عشارة تكون صريحة معاك في سيناريو هنا قعد أشوفه أنه راح يستعين بامرأة عندها الكثير من الخيارات احتمال تكون خطابة احتمال تكون عندها الكثير من المعارف عشان توجد له شريك سريع مناسب مكافب أقرب فرصة ممكنة يمكن راح يهرب يهرب من وضع الانفصال بينكم عن طريق بسرعة تعرف هاي النوع من العلاقات اللي نشوفه مثلا قبل شهرين من فصل وفي الشهر الثالث خلاص يدوج مرة ثانية هاي النوع من الطاقة قاعد أشوفها ولكن السيناريو هذا مو للكلترا السيناريو الثاني انه نعم يستعين بهاي المرأة اللي ممكن تكون خطابة أو تجد له شريك ولكن ما يستعين بها من أجل استبدالك لا يستعين بها عشان يقرب بينك وبينها بدون ما هو يدخل يمكن انتو عندكم هني امرأة مشتركة بينكم كمعرفة كأهل كعندها تواصل معاكم مع الشريك راح يحاول ان يستخدمها ولو ان اشوف هني شريك احب يكون ممكن برج درابي احب ان يكون دسكريت او كاتوم ممكن يعرف عن تفاصيل علاقتكم ولكن بالنسبة لهذا الحل الاخير او كي برج العقل هذه كانت قراءة المنفصلين خلا نشوف الحين العزاب اول شي مواصفات الشخص القادم في طريقك هذا اول سؤال عندنا تسعة الاكواب اول كلمة واول احساسياني من هذا الكرت لكم انترپنور اللي بالعربي ما عرف شنو ترجمته بالضبط ولكن هذا الشخص غير عن رجل الاعمال او امرأة او سيدات الاعمال هذا الشخص يوجد طرق غريبة عجيبة سهلة وميسرة فيها الكثير من استخدام التكنولوجيا عشان يحصل على الكثير من الدخل بشكل جدا سهل بطريقة مبتكرة بطريقة تعتمد على التكنولوجيا هذا هو الانترپنور اللي يوجد افكار جديدة بطرق مختلفة ويوجد لنفسها يعني مثلا ما يقول لك من اجل ان اصل الى اهدافي في الحياة رح اصير دكتور لا يشتغل في اشياء عبيضة سخيفة سهلة المجتمع يستهين بها ولكن تتخلى الكثير من الاموال ترى الكثير الكثير من الاموال واحس هنا عنده نوع من الاعتداد بالنفس او شوية انانية شوية افتخار بالنفس لانه وصل الى هذا المستوى اوكي النجمة احتمال كبير انه برج الدلو ولكن طاقة الماء هنا ممكن تكون ايضا برج سرطان انزين او حوت هو اصبح حديث الشارع ليش؟ لانه عندنا هنا ايضا تسعة سيوف في السابق هذا الشخص كان مثل الشخص اللي دائما الناس والمجتمع والجيران يعيبون عليه يعتبرون مثل القصة التحذيرية لا تصورون مثل فلان كان كاسلام في المدرسة القصص اللي اللي اسمعها ان فلان كان يرسب في المدرسة كان سيء ترك الدراسة ما واصل دراسته فشل في حياته وتستمر الاستوانه الناس قاعدين نشوفهم هنا في الماضي كانوا يتكلمون عن نوايد ويعيبون عليه ولكن تسع سيوف تحولت الى تسع الاكواب عشان شذي صارت عنده ردة فعل عنيفة تجاه المجتمع ويدحب انه يتباهى بانجازاته شوف كل الاكواب مثل التروفيز مثل اكواب النجاح اش يسمونهم الكاس الكاس اللي يعطونا المتفوقين او اللي يفوزون بسباق تسعة قابلها بالضبط بتسعة فكأنما راجع عنده مشكله مع مجتمعه مع محيطه مع الاشخاص اللي عيبوا عليه صارت عنده نفس نوع من عقدة النقص فهذا الشيء ايجابي ايجابي ان الحين عنده اموال عنده نجاح ولكن السلبي ان هذا مبني على عدم استقرار وعدم الثقة بالنفس على خضلان على مشاعر غضب البنت تجاه المجتمع واللي حوله لان سموهم الايام فاشل ولكن خلا نشوف وضع الحاضي وظيفته وشكله اربعة الاخصان الفول والرجل المعلق الاحمق هنا عندنا هذا الشخص طريقة لبسه دائما مميزة طريقة مشيته كلامه حضوره دائما تختلف عن الاخرين ما تقدر الا تلاحظه لا تنسى هنا عندنا الفول مع النجمة وما تقدر الا انك تلاحظه مختلف متميز مو بس بانجازاته ومجال العمل اللي يشتغل فيه يعني اعمال حره ولكن مجال جدا جديد غريب يمكن انه مثلا يسوق عن طريقة يوتيوب اشيات كذي في ناس كل عملهم انه مثلا يأكلون عندهم قنوات يأكلون في قنواتهم على اليوتيوب وغيره عن طريق هاي القنوات يحصلون على الاموال الطريقة غريبة ولكن الدخل والمردود جدا جميل هاي الفكرة اللي ابي اوصلها لك احني فيه عياب من الناس عنده شيء ايضا بخصوص شعره دائما يتبع شوي قصة اما غريبة تصريحة شعر اما غريبة اما متميزة اما شاذة احب يظهر شذوذة او انجازاته شوي بطريقة ملابسة طريقة ملابسة ويت فيها بهرجة ويت فيها خلط بين الوان غريبة انزين ولكن الجانب الايجابي ان طريقة تفكير ايضا جدا مختلفة عن المجتمع احب انه مثلا حتى يصبغ جانب من شعره بلون مختلف يعتمد على مثلا تاتو يعتمد على طريقة لبسه فيها شيء غريب ليس انسان تقليدي ابدا ابدا خلا نشوف الحين كيف تتصرف مع هذا الشخص عندنا سبع السيوف ابدا لا تواجه ابدا لا تقول له الحقيقة لان هذا شخص تشوفه هنا عنده القلق والاكتئاب مو مستعد انه يسمع الحقيقة يحتاج ان يسمع امور معينة امور تشجيعية امور تبين له انك ما تحكم عليه مثل الاخرين وتفكيرك مو ضيق مثلهم كرت العالم تشجعه تشجعه كانما مادر احس ويد عنده هذا الشخص حتى لو ما كان برجدله عنده طاقة برجدله اللي قادم فيه طريقك احب وقدر الشخص اللي شجعه انه يقول له روح سافر قض وقت بروحك استمتع بروحك روح يتعلم بروحك يعطي وقت خاص فيه عشان يتعلم وينمو بدون ما يخنقه بدون ما يحبسه بدون ما يقول له لازم تكون موجود في حياتي 24 ساعة واوافق على جميع تصرفاتك اكسبه عن طريق هذا الاسلوب واخر شيء فارس الاخصان انزيل ام الفارس هو الشخص اللي يحمل الشعلة شعلة التجدد عشان تستطيع انك تجاري شخص تفكيره دائما مبتكر وجديد ومتحضر تفكيره نظيف ومختلف لازم انت تكون نفس الشيء لا تأخذ نفسك وعلاقتك معه بشكل وايد جاد احس هنا وايد الرسالة لك لم يأتي هذا الشخص لازم تكون مستعد انك تتخلى عن العدات والتقاليد مثلا مثلا احنا متعودين ان لازم البنت لما تتزوج تكون حفلة زواجها كبيرة مع هذا الشخص عادي يقولك انا ما يهمني الحفلة اوكي مجرد العقد يكفيني او ممكن العكس يقولك انا ابي حفلة الزواج تكون اكبر من اللي انتم متعودين ان تتسوونا ابيها اكبر افخم مستعد لازم هنا تكون مستعد انك تجاري ومسهل انك تجاري عشان اكون صريحة معاك لان اشوف ويد عنده جوانب شادة وتختلف عن محيطكم عن المجتمع ولكن ماذا احس ان مع بعض هنا راح تبتعدون عن بيئة شوي محافظة او قديمة في التفكير راح تسافرون مع بعض تنتقلون اصير رفيقك في السفر كما هو رفيقك في الحياة ونشوف اخر شي جانب المرتبطين اول سؤال كيف يراك الشريك يا برج العقرب ملك السيوف الظهر اللي يستند عليه الشخص اللي دائما يلجأ له ويقول له عندي مشكلة كبيرة حاولت ان احلها بروحي ما قدرت حان الوقت ان انا استعين باقوى سلاح عندي من هو اقوى سلاح؟ انت يا برج العقرب في حياتي انت بنسبالك انه ما مثل المستشهر ما يسئلك ويدخلك في اموره طول الوقت يدخلك ويناقشك في اموره لما يحس انه محتاج للنصيحة ممكنك تتعامل مع برج هوائي ميزان طلعت طاقة برج الدلو الميزان ايضا وعندنا الجوزاء ثلاثة الاكواب انت عن طريق تصرفاتك العقلانية اللي يعتمد عليها اللي يقدر يستند عليها انت تمثل شفت المخدة المريحة اللي تخيلها تكون من ريش النعام اللي تكون نهاية اليوم نستند عليها نحط عليها راسنا ونرتاح وننام ونعرف ان في شخص ثاني رح يتحمل المتاعب المصاعب بدالنا او رح على الاقل يكون معانا نقدر نحتمد عليه ايضا تشوفيني عند طاقة انت عندك طاقة يشوفك ان انت تبعد النميمة والقيل والقال عن علاقتكم انت حازم لما اي شخص يأتي باخبار كاذبة او تلفيق بخصوص علاقتكم بخصوص الشراكة جدا ناجح انه تقطع بالسيف اي كلام اي محاولة للتخريق فهو مرتاح معاك وايد مو شوي القمر القمر كأنما من احد مخاوفه انه يكون مثلا مفجل عليك اكثر من اللازم او خلي اقول شركك عنده هني خوف انه يعتمد عليك لدرجة كبيرة عشان جدي قلت لك احطك مستشار يعتمد عليك لدرجة كبيرة بحيث انه بدونك يصير مايعرف يتصرف مايعرف ياخذ قرار عنده نوع من الخوف انه اوكي الحنبرج العقرب موجود في حياتي كل شي امرتب و افضل هذا الجانب الايجابي شنو الجانب السلبي ماذا لو رحل ماذا لو فقدته اوه ما ابي اكون وايد اعتمد عليك اكثر من اللازم اصير ما اعرف اتصرف الا معه هو يراك احتمال ايضا انه انت من النوع اللي يمكن تاخذ الكنترول كله في يدك وتريحه لما تاخذ الكنترول وتتصرف وتقوم بالامور انت تريحه وراك في نفس الوقت فر عنده مخاوف انه اصير مثل المعاق مو جسديا معاق في الحياة ما عرف اتصرف اللي بعدها ما هي نقاط قوتك في العلاقة العربة الكلمة اللي سمعتها لما شفت هذا الكرت power couple العربة محتاج احصانين بنفس مستوى القوة والصحة والجدارة عشان تمشي العربة تعني moving forward الحركة الى الامام بقوة ففي تناغم بينكم في توافق وكأنما هني قاعد احس الادوار واحد منكم هو اللي يتحمل العب هاي من نقاط قوتك معه ان انت تحمل العب لما هو يكون تعبان ولما انت تكون تعبان هو يكون هني خلاص صار قوي بما فيه الكفاية انه ياخذ مرة ثانية دفة التحكم منك من جوانب قوتك معه تبادل الادوار ان اوقات مثلا انت تكون ابيض هو يكون اسود اشلون في اللون؟ لا فطريقة التصرفات واحد يكون هو الحكيم او العنيد او الحازم والثاني يكون اللطيف وتتعاكسون الادوار دائما في تعاكس الادوار والطاقة وتلقف هنا ايضا هذا شيء جدا ايجابي النجمة توافق هذا الشخص مو بس في توجه الان عندنا العربة رايحة مكان معين رايحة نقطة رايحة الاتجاه توافقه حتى في طموحه في امانيه في احلامه في الحياة اللي يقعد بينه وبين نفسه يتمناها ويتخيلها انه راح تتحقق يوم من الايام مهم جدا ان الاحصانين في هاي العربة عشان تمشي بسلامه بقوة يكونون متواجهين لنفس المكان لنفس الشيء هذا من النقاط قوة علاقتكم واخر كرت ملك الارض مع بعض في بينكم توافق مادي عجيب يمكن انت لحد الان ما ادركته يا برج العقرب او ادركته في ناس احنا نقول بالطريقة الشعبية في ناس قدمهم علينا او فعل دخولهم في حياتنا سيئ من يدخلوا حياتنا اشي تتكسر في البيت الاموال تتوقف عن التدفق سبحان الله امور حياتنا تتوقف مو لانهما سيئين مش شرط مش شرط حتي يكونوا حسودين وهم شديد اخلتهم علينا قدمهم ثقيل نقول او قدمهم نحس اوكي وفي اشخاص توافق بينهم ماديا حتى وايد ممتاز وايد فيه انسجام لدرجة ان خيري على خيرك يسوي مملكة مع بعض انت تحصل ترقية انا احصل ترقية انت يأتيك ورث انا تطلع لي جائزة انا تطلع لي مثلا هدية انت ايضا تحصل على مردود عالي اموال تأتيك مع بعض الفلوس تأتي لنا قدمنا خير مع بعض وعلى بعض هذا الجانب جدا جميل من علاقتكم مؤخر سؤال كيف التوافق رح يكون بينكم لشهر اغسطس شهر ثمانية ستة الاكواب اوكي رح تكونون ركزين اكثر في البيت في العلاقة الحميمة او الارتباط بينكم بين بعض وقت هادئ بما معناه وقت هادئ نقضيه مع بعض بدون تدخلات بدون وجود اطراف خارجية ما نحتاج نكون دائما حول الناس ونعزلين عن الناس مع بعض بلانس كارت برج القوس هني عندنا ايضا كارت طاقت الابراج الترابية والكوب الاول هني التوافق اللي قلت لك عنه تبادل الادوار مو بس تبادل الادوار تبادل الاكواب خلال هذا الشهر مشاعركم رح تكون جدا متبادلة يعني حتى اهتمام الشريك فيك وانت اهتمامك فيه رغبته بقضاء وقت خاص معاك انت فقط بشكل خاص بس انا وانت رح تكون رغبة متبادلة بينك وبينه الكوب الاول احتمال كبير اذا تنتظرون حدوث حمل وخبر زواج حتى ولكن اشوفه هني حمل لانه من الكوبين اللي في يد الملاك هني يطلع علينا كوب واحد انه هني رح تكون فيه ثمرة للاختلاء وقضاء بعض الوقت مع بعض خصوصا اذا كنتم متزوجين رح يكون ويحدث ان شاء الله حمل اذا انتو فيه علاقة ولستون متزوجين رح يكون فيه ما ادري تلميح من الشريكة حسب بداية تلميح بداية يسألك عن ما هو رأيك في موضوع الزواج ولكن مثل الحديث الجميل اللي يفتح معاك يبينلك فيه جديتها ومشاعرها هذه هي طريقة التوافق بينكم عزيزي برج الاقرب عزيزي برج الاقرب